وللحديث عن النهاية المرتقب بين السعودية والبحرين ينضم إلينا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق حمزة إدريس وأيضا ينضم إلينا كذلك اللاعب الدولي السابق عبدو عطيف أهلا بكم أبدأ معك حمزة يعني السعودية تواجه البحرين المدربان كلهم استخدموا وراق كثيرة في هذه البطولة ووصلوا إلى النهاية لكن عطفا على ما سبق من الأكثر قدرة على حسب المباراة عبدالله شوف بكل صراحة المنتخبين عندهم القدرة المنتخب البحرين يتدرج شفنا في التعادل مع الإمارات خسارة من السعودية فوز على الكويت في تدرج وفي صعود واجه المنتخب العراقي في دور الأربعة في تدرج وفي صعود في المستوى بشكل قوي المنتخب السعودي كذلك بداية ما كانت إيجابية خسارة من الكويت بعد ذلك شفنا تصاعد في المستوى المباراة الأخيرة أمام قطر المنتخب السعودي أعطى جانب دفاعي جدا قوي عنده حلول يملك حلول في الناحية الهجومية المنتخب البحريني يملك حلول في التحولات خطير جدا في التحولات يملك حلول في التسجيل إن كان هو المنتخب البحريني يمكن يعاني في الجانب الدفاعي أكثر من المنتخب السعودي فأعتقد المباراة 50-50 إن كانت الأفضلية ممكن تروح كجزء أعلى للمنتخب السعودي لأنه من الناحية الفنية للمنتخب السعودي شخصيته أقوى وسلوبه أقوى داخل الملعب المباراة هذه عبده هل من الممكن أن تكون انعكاس تام لمباراة دور المجموعات أو أنها مباراة مختلفة تماما هي مباراة مختلفة تماما يعني أنت في دور المجموعات أعتقد كانت الظروف مختلفة المنتخب السعودي كان مطالب بالفوز المنتخب البحريني كان متقدم بنقطة بتعادل مع أمان فأنا أعتقد المطيات والظروف تختلف تماما الآن أنت الند بالند في 50-50 ما تملكه هنا يملك الفريق الآخر أعتقد أن المنتخب السعودي من ناحية الخبرة والشخصية في النهايات هو أكثر المنتخب البحريني هذا المنتخب بالذات الآن أصبح أعتقد أنه على مستوى انسجان جدا راية وشفنا هذا الشيء في بطولة غرب آسيا وشفنا هذا حتى في تصفياته صحيح أن مجموعة أقوى من مجموعة المنتخب السعودي ومع ذلك قاعد يقدم نتائج كبيرة أمام فرق جدا كبيرة منها العراقي حتى مام منتخب العراق لم تكن صدفة هو أحرج المنتخب العراقي في غرب آسيا وأحرجه في تصفيات كأس العالم وأخرجه الآن من كأس الخليج فمنتخب معناته ما هي الصدف قاعد تعمله دور أن يوصلها لماكن بالعكس منتخب جدا يحترم لكن المنتخب السعودي أعتقد على المستوى الشخصية وتعدد الخيارات الفنية هنا تكم قوة المنتخب السعودي حمزة من الممكن أن تكون هذه المباراة تنعكاس لمباراة الدور الأول لا دائما النهاية أعتقد مختلف بشكل تام نحن شفنا ياما فرقة واجهة في دور المجموعات لكن في النهاية يكون الوضع مختلف الميزة للفريقين إنهم هم سيكونوا يعرفوا بعض بشكل كبير نحن نعرف أن المنتخبات تعتمد على التحليل الفني داخل الملعب فلما تتواجه منتخب وتحلل قبل وتقع في أخطاء ممكن تستفيد منها في المباراة التي تليها فبالتالي المنتخبين مكشوفين لبعض بشكل كبير شافوا في عدة مباراة تواجهوا مع بعض الحلول كلها مطروحة عند المنتخبين أنا أعتقد المنتخب أو المدرب اللي سيكون أذكى في الناحية التكتيكية اللي يكون أكثر انضباط أو تحكم في السباتة الانفعالة عند اللاعبين وهو اللي قادر أن يحسب المباراة بشكل واضح أكثر من أنها تكون المباراة نعكاس للمباراة السابقة جيد عبدو رونار عنده تمرس خبرة في النهايات تفاز في كل النهايات التي وصل إليها هل هذا يعطي ثقة أكبر بأن المباراة هذه ما ممكن أن تكون بيده؟ أنا أعتقد لا هو كان في قارة مختلفة تماما في ظروف مختلفة تماما المنتخب البحرين ليس بالسأل حتى لما فاز عليه المنتخب السعودي في المجموعات كان لديه فرص خطيرة حتى قبل تسجيل المنتخب السعودي فهذا لا يعطي الأفضلية لرينات سوزا أيضا لما شفنا التقرير عنده سجل حافل بالبطولات أيضا أعتقد أنه أنا شفت المباراة اللي كانت بينهم في المجموعات سوزا كان متحفظ إلى أن سجل المنتخب السعودي بدأ يغير أسلوبه بالضغط العالي لكن إمكانيات المنتخب السعودي والشخصية الكبيرة في المباراة أعتقد أنها حسمت المباراة بعد الهدف الثاني فبالتالي رينات أنا أعتقد أنه يقابل أيضا مدرب متمرس يعرف أيضا طريق البطولات اللي هو سوزا فأعتقد أن الكفة متعادة بين المدربين هي أعتقد تحكمها بعض الجزئيات البسيطة اللي ترح تعطي أو قراءة المدربين لمجريات المباراة في الشوط الثاني هتميز مدرب عن مدرب آخر حمزة المنتخب السعودي بخلاف مباراة الكويت من مباراة البحرين عمان قطر والوصول المباراة النهائية عبي أكثر من طريقة في هذه المباراة أي طرق الأنسب ليدخل فيها رينار المباراة النهائية أعتقد رينار سيتجه للطريقة المسللي التي هي 4-5-1 بكل مشتقاتها سواء 4-2-3-1 أو 4-3-3 بكل مشتقاتها لأن هذا تعطيه توازن تجعله يلعب في الشقة الهجومة وفي الشقة الدفاعي أعتقد أن يحاول أن يفرص شخصيته لأن البحرين من المنتخبات التي تعتمد على الناحية الدفاعية فتحتاج أن تفرص شخصيتك تفرص سلوبك تمارس الضغط العالي مع أنك تحاول أنه دائما يكون عندك استرداد سريع للكورة تحاول أنك تعطل التحولات الهجومية تحاول أنك أنت ما تعطي فرصة للمنتخب البحريني لتحاول الهجوم يتحاول أنك أنت تسجل هدف مبكر الهدف المبكر حيربك حسابات وحيخل المنتخب ممكن يطلع أتوقع المنتخب البحريني حيلعب بتوازن للشقة الدفاعي أكثر من المنتخب السعودي نعرف أن المنتخب السعودي صاحب ثلاثة ألقاب المنتخب البحريني ما حقق ولا لقب هذا بيكون في ضغط على اللعبين لأنه في الأخير إذا حققوا اللقب حيكون منتخب تاريخي في الكرة البحرينية الكرة البحرينية قدمت منتخبات على مستوى عالي وأسماء كانت قوية لكن ما كان فيه تحقيق ألقاب فهذا الجيل حيكون عنده حافص قوي أنه يسجل اسمه بحروف من دهب في تاريخ الكرة البحرينية فهنا ممكن يكون الحماس زايد فالمنتخب السعودي عنده خبرة أكثر عنده قدرة على المشاركة في بعض اللعبين اللي شاركوا في كاس العالم في بعض اللعبين اللي شاركوا في مستويات عالية وفي طولات ما عنديته فبالتالي خبرة المنتخب السعودي يتوقع هي إلا حدير المباراة أكثر من حماس ورغبة المنتخب البحريني عبدو اليوم في المؤتمر الصحفي سلمان فرج أكد أنه جاهزيته لست تامة 100% ومشاركته ليس محسوما رونار تكلم عن سالم الدوسري قال سالم الدوسري ما بينه بينه أي مشاكل وبيشارك في المباراة النهائية هل تعتقد أنه سلمان الفرج وسالم الدوسري سيكونون من البداية أو أنها أوراق على الدكة أعتقد أنه لما عرفنا سبب غيابهم في البداية اللي هو بظرف الطبي أعتقد أنه الآن عودتهم أيضا هي ليست أنا ممكن البعض ضراح لأنه في خلاف أو لكن أنا أعتقد أنه ما كان في خلاف هو الضغط وخاصة نعرف المجهود أن كل 48 ساة ستلعب مباراة وعلى رتم قوي ومباراة اللي لعبت أنت كان لازم تفوز يعني ما كانت فيها أنصاف الحلول فبالتالي الضغط أكبر المجهود أعلى فلذلك أعتقد الحالة البدنية هي اللي ستحكم بالنسبة لسالم وسلمان أو حتى اللاعبين الآخرين مثل ياسر الشهراني وعبداللاطيف وبعض اللاعبين يعني كان عندهم مجهود عدد دقائق جدا عالي خلال الشهر الماضي فأعتقد الحالة البدنية هي تحكم كإمكانيات فنية هم خيار أعتقد أول بالنسبة لسيدرينات وهم إضافة قوية على الشق الهجومي وأيضا خبرتهم الكبيرة الآن متمرسهم في النهايات على رغم صغر بعض سنهم زي سالم في 27 سنة هذا جدا رائع فأعتقد مشاركتهم بإذن الله إذا في حالة جهازيتهم الطبية ستكون إضافة قوية حمزة دعام قوي سالم وسلمان مع مشاركتهم في البداية بعد المؤتمر الصحفي أو أن المغامرة بهم غير مطلوب لا أكيد إذا هم كانوا سليمين أكيد أنهم سيشاركوا سيكونوا إضافة قوية لا يوجد فترة توقف طويلة لا يوجد خوف من الجانب اللياق لأن فترة التوقف فترة بسيطة وانت في داخل الموسم فمعناته أن اللاعب في قمة جهازية البدنية إضافة أكيد قوية من الناحية النفسية من الناحية الشخصية بالإضافة إلى الإمكانيات الفنية وجود الحلول خاصة عن سالم يعني سالم للآن ما قدم مباراة إلا أن نقدر نقول هذا مباراة سالم نحن نعرف سالم إمكانيات سالم فحيانا المباراة هذه تكون حافز كبير للاعب زي سالم أن يقدم نفسه بشكل كبير بالإضافة لسلمان لاعب قادر أنه يسوي التوازن بشكل كبير عنده حلول عنده شخصية عنده القيادة يعني بصراحة سأثيروا إيجابي للفريق فتحتاجهم بكل تأكيد فأعتقد إذا كانوا جاهزين طبيا ستكون مسألة مشاركتهم أكيد أكيد حمزة المدرب نعم حمزة المنتخب البحريني يتفوق هجوميا على السعودي يعني سجل تقريبا عشرة أهداف لكن شباكو استقبلت عدد كبير من الأهداف أربعة أهداف حتى الآن ستة ستة أهداف نعم المنتخب السعودي سجل ستة أهداف واستقبل ثلاثة أهداف كانت في أول مباراة فقط تقريبا لأنه شوف المنتخب السعودي اللي يميز أنه في الجانب الدفاعي قوي بالإضافة لأنه يملك الجانب الهجومي ما هو المنتخب اللي هو قاعد يدافع كيف يستغل المنتخب السعودي ضعف الدفاع في المنتخب البحرين هذه هنا هنا القدرة أو الإمكانيات الفردية والمهارة الفردية اللي يمتلكها المنتخب السعودي في الشقة الهجومي عنده الحلول الفردية عنده أكثر من طريقة يعتمد عليها في التسجيل عنده رغبة الشباب في المهاجمين والمشاركة حتى من بعض الكرات الميتة نلقى في الجهد البدني ما في يأس شفنا في بعض الأهداف إلا كانت صعبة وما كانت أهداف حقيقية سجل عبد الله الحمدان أو فراس فهذا جانب الشباب دائما بيعمل ضغط على المدافعين وعندهم القدر على استغلال أنصاف الحلول الدفاع البحريني ما هو دفاع سيء لكن دائما التحول عليه التحول عليه بيوجد فيه مساحة عنده في التحول الدفاعي عنده سوء تنظيف في التحول الدفاعي خاصة إذا هاجم فادع فأحيانا يترك مساحات أعتقد أنه سيكون تركيزه أعلى في المنطقة البحريني سيلعب المباراة في الشقة الدفاعية أعتقد أن المنطقة السعودية سيلعبها في الشقة الهجومي وهذه هنا ستكون الكفة متوازنة ومعنى أنه استقبل ستة أهداف في ثلاث مباريات أن المباريات النهائية بيكون وضعها مختلف فالتركيز بيكون أعلى فأعتقد كل اللي راح قبل أو في بداية البطولة سيكون مختلف في مباراة الغد عبده الضعف الدفاعي مقابل قوة الهجومية للبحرين شوف أنا أعتقد هي تحكمها معطيات معينة بضعيا لما تتأخر في نتيجة أنت ممكن تغامر فممكن تستقبل أكثر فبالتالي بضعيا المغامرة أو أنك تبحث عن تسجيل من جيد من هداولك لكن ما يحشى بالمنتخب البحريني أنك تتأخر مرتين أما منتخب قوي مثل عراق وتعود هذا يدل على قوة المنتخب البحريني المنتخب البحريني حتى من المنتخب السعودي أنا أعتقد أنه من أكثر المنتخبات اللي هددت مرمى فواز القرني حصلت الفرص يمكن حتى قبل وذكرت هذا قبل عنده نزعة هجومية كبيرة عنده حقيارات فردية أيضا واللي يميز المنتخب البحريني بشكل لافت هو عدد اللاعبين بالقدم اليسرى في عدد كبير هنا تجد صعوبة براحيان لأننا نعرف دائما صاحب القدم اليسرى عنده الحلول الفردية والفنية أعلى تقريبا من صاحب القدم فعندهم جزء كبير من صاحب القدم اليسار وهذا نعتقد من أحد مميزات المنتخب الجيل البحريني هذا أعتقد أن ما سبق زي ما ذكر حمزة ليس له صلة بالنهاية النهاية هي مختلفة تماما حتى المنتخب السعودي لما شفنا دوره في المباريات وفي المجموعة خاصة الثانية والثالثة مختلف تماما عن بارة خروج المغلوب فهي أنا أعتقد تبني على جزئات إذا سنحت لك الفرصة أو أنت صرت في وقت اللي أنت مسيطر عن بارة واستغلت الفتر اللي أنت مسيطر فيه عن بارة وسجلت هذا سيعطيك قوة أبقوا معنا سنذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن سلسلة طويلة من النهايات المثيرة في كأس الخليج والمباريات الفاصلة بنظام البطول القديم لتحديد البطل تقرير التالي يسلط الضوء على أبرز تلك المحطات كأس الخليج بنظامها القديم شهدت إقامة مباراة فاصلة مرتين فقط لتحديد بطل الدورة الأولى كانت سنة 1976 بين الكويت والعراق بعد تعادلهما في النقاط ودفوقت الكويت بأربعة أهداف لهدفين وفي كأس الخليج السابعة التي نظمت في عمان تغلبت العراق على قطر في المباراة الفاصلة بعد تعادلهما في رصيد النقاط كذلك دورة 74 عرفت إقامة أول مباراة نهائية قبل العودة للنظام القديم وحينها فزت الكويت على السعودية بأربعة أهداف نظيفة وبعد ثلاثين عاما أضحت الفرق تقسم إلى مجموعتين بعدما بلغ عددهم ثمانية وتحديدا منذ سنة 2004 وصلت السعودية إلى النهائي في أربع مناسبات سابقة آخرها كانت في سنة 2014 إضافة للنهاء المرتقب أمام المنتخب البحريني في النسخة الحالية الذي يعتبر الأول في تاريخه إذ لم يسبق للأحمر البحريني بلوغ هذا الدور من قبل المباراة النهائية حسمت بركلة الترجيح في أربع مرات وآخرها كانت بين منتخبي الإمارات وعمان وابتسمت للأخير الذي حقق البطولة الثانية في تاريخه البلد المنظم غاب عن المشهد الختامي في أربع بطولات ومنذ دورة 2010 لم تنجح منتخبات اليمن البحرين الكويت وقطر في بلوغ المباراة النهائية على أرضها عصام عامر العربية ملعب الدحيل سيستضيف المباراة النهائية لكاس الخليج بين السعودية والبحرين بطاقة تعريف عن هذا الملعب موسيقى جماهير المنتخب السعودي تأمل بتحقيق منتخب بلادها للقب الرابع في تاريخ أحمد الرائقي استطلع الأراءة من جد أول شيء كنا متوقعين تأهل المنتخب للمباراة النهائية هذا شيء غريب بسطا هذا ممكن سابع أو ثامن نهائي يمكن حققنا ثلاثة بطولات إن شاء الله بكرة نحقق المأمول إن شاء الله متوقعين الفوز بإذن الله دعواتنا لهم بالتوفيق في مباراة القد ضد البحرين نسأل الله نوفقهم شدون حيلهم مرفعون اسم المملكة العربية السعودية وشدوا حيلهم وإن شاء الله ربنا يوفقهم بإذن الرحمن وأتمنىهم كل توفيق بإذن الله حابة أقولهم أنسوا موضوع الأندية والدوري السعودي وركزوا في الكاس الفوزي همنا أتمنى أنهم التوفيق والنجاح وأتمنى أنهم التركيز في مباراتهم دائما لأنه منتخب دائما مكثل الوطن طبعا نتيجة هذه مطلوبة مفروغ منها لكن أتمنى يقدموا استوى جميل ويليق بالمنتخب السعودي في النهاية إن شاء الله برضو المنتخب البحريني حصان البطولة الأسود يخوف خاصة في المراحل الأخيرة التاهل ويخوف تعدى الإمارات وتعدى العراق ووصل للنهاية بعد الكويت فنتمنى أن المنتخب السعودي يركز في المبارات الشباب يركزوا إن شاء الله نتمني كاسب بطولة أهم شيء ثقة الجماهير في اللاعبين وإن شاء الله إن شاء الله محققينها صح أنها صعبة تكون قدام منتخب البحرين منتخب نشيط منتخب شباب لكن بإذن الله فائزين وإن شاء الله نأخذ الكاس ونرجع فيه ونحتفل فيه في الرياض نعود إلى عبدو عطيف وحمزة إدريس هنا في الأستوديو عبدو أبدأ معك من أكثر حاجة لهذا اللقب برأيك المنتخب السعودي أو المنتخب البحر شوف بغض النظر عن التاريخ لكن أنا أنظر على غياب المنتخبين خاصة منتخب السعودي أنت المتحدة من البحرين أوكي لأول مرة يصل نهاية لكن كرة السعودية أيضا لم تتعود على السنين العجاب فأعتقد أيضا إلى ذلك أن منتخبين فيها مجموعة كبيرة من الشباب فتحقيق اللقب هذا على مستوى العطاء والدعم الكبير خلال السنوات أضف إلى ذلك أنه لما تحقق اللقب ستشير كثير من الضغطات عليك في المستقبل سواء في تصفيات أو بطولات قارية أو حتى الخليجية القادمة فبالتالي البطولة لها عدة مكاسب على مستوى الفنية على مستوى الشخصية على مستوى الدعم عندنا أربع لاعبين يمكن جزء منهم شارك كاس العالم الشباب لما يحقق البطولة هذا أيضا الضغط سيخف كثير على رينات البحرين متعطشين لأول مرة تعتبر لهم فرصة كبيرة جدا يعني يمكن بحرين ومن تخب الوحيد مع اليمن لم ينفوزوا بهذه البطولة نعم واضف إلى ذلك حتى على مستوى القارة يمكن أفضل مشاركاتهم كانت في الصين اللي وصلوا إلى أدوار جدا متقدمة كان عندهم جيل جدا رائع وكان قريب أيضا من تأهل كاس العالم فيرون أيضا ممكن هذا الجيل في حال تحقيق البطولة ممكن يذهب فيهم إلى أبعد من ذلك فأنا أعتقد النهاية على مستوى المكاسب جدا مهم للمنتخبين باختلاف الظروف أنا أعتقد أنه البحرين متعطش أكثر لكن اللاعبين موجودين في الكرة السعودية وعارفين سنين العجاب ممكن يقاتلون بشكل أكبر لهذه البطولة حمزة البحرين أول لقب يعني منتخب مع اليمن لم يحقق هذه البطولة ومنتخب السعودي أخر لقب فاز فيه كان من زمن بعيد بكل تأكيد أنا أختلف مع كابتن عبدو أكيد أن المنتخب البحريني سيكون عنده الرغبة الأكثر وعنده التأثير الأقوى إذا حقق هذه البطولة المنتخب السعودي يعني الكرة السعودية الآن أصبح طموحة أعلى من كاس الخليص صحيحية بطولة ولها هميتها لكننا الآن نفكر أنه نكون أبطال آسيا نفكر أنه في حالة وصولنا لكاس العالم وصولنا لقبنا ممكن أن يعطيك دفعة ثقة أكبر يعطيك دفعة للأمام لكن بالنسبة للمنتخب البحريني يعتبر هو أمل أو هدف رئيسي أنه يكون بطل للخليج لأن المنتخب البحريني بصراحة يقدم مستويات ويقدم منتخبات جيدة لكن يحتاج فتح باب الألقاب فاللقب الأول دائما هو بيكون أصعب وبيكون أكثر أكثر صعوبة من الألقاب إلا بعدها شفنا المنتخب العماني المنتخب الإماراتي المنتخب القطري بعد ما حققوا الألقاب استطاعوا أنه يحققوا ألقاب في فترة قصيرة فالضغط سيكون على منتخب البحرين الرغبة ستكون أكثر المنتخب السعودي يريد لقب انطلاقه للمرحلة القادمة عنده ثلاثة ألقاب حققها لكن يحتاج أنه يكسب ثقة أكثر في بداية تكوين جيل جديد للكرة السعودية في نقطة مهمة للمنتخب السعودي أنا أعتقد تراكمات المنتخبات الشباب في كاس آسيا ووصولهم لكاس العالم ألم بدأ يعطي ثماره أول اثمار كان الوصول إلى نهايات كاس العالم في روسيا معظم الجيل أو لاعبين أنت تكلم عن معتز هاوساوي ياسر شهران تقصد أنت جيل 2011 نعم ياسر الشهراني عبدالعطيف فهد المولد سالم الدوسري هذا الجيل حتى فواز معه وفواز القرني وكان حتى عبدالله فتيل معظم اللاعبين أو عبدالله الحافظ فمعظم اللاعبين كانوا في كاس العالم هذا التراكم ثم جاء منتخب الكابتن سعد الشهري فأعطى تراكمات في المنتخبات السنية والشخصية الكبيرة وأنهم حققوا نتائج جابية قاعد ينعكس على مستوى الكرة السعودية في المنتخب الأول فالثمار الأول هو الحصول على أو التأهل كاس العالم إن شاء الله البطوة كاس الخليج ثم الذهاب إلى كاس العالم القادمة ومن ثم التفكير جديا بكاس آسيا القادم فالمنتخب الآن بدأ فعلا بالتراكمات هذه كون أو لبنة مهمة فلذلك هذه البطولة أنا بموجهة نظري تعتبر ركن أساسي لتكوين هذه الأفكار والنجاحات أن تقصد أنها تعتبر مهمة لإضافة المزيد من الحافظ جدا وعلى مستوى تقوية الشخصية يمكن أثنين أو ثلاثة لكن هل خسارة هذه البطولة يمكن أن تؤثر؟ لا لا تؤثر بس أنك تستمر في النجاحات هذا يعطيك مستوى شخصية أكبر ثقة أكبر أنك قادر أن تذهب إلى أعبة يعني يزيد عندك الطموح أكثر فتحقيق بطولة الخليج أضيف إلى ذلك حسان تنبكتي وتركي العمار ودخول بعض اللاعبين لا أعتقد أنه عندهم تعطش كبير مثل خبراني وعبد الله المالكي وسلطان الغنام ففي رأس البراء كان أيضا كلهم شارك كلاس العالم فهذا من أحد المكاسب إن شاء الله إذا حققنا بطولة هذه حمزة عندك شيء تبقى ضيفة على هذا الموضوع لا كلام عبد الله فعلا منطقي أنت تتكلم على الآن حسان وموفق عبده عبده أنا جايبا عبد الله خوك عبده سفاك عبد الله يا أخي لكلكم كويسين اللوم على الوالد يعني كان مفروض يفرق شوية في الأسماء بصراحة وجود حسان وجود فراس وجود عبد الله الحمدان كلعبين أساسيين تبتتكلم على اللعبين كانوا أبطال آسف جيد بناتا حمزة أنه في مكاسب كبيرة حققها المنتخب حتى لو لم يفوز باللقب طبعا بالنسبة لي المنتخب السعودي لو خسر اللقب ما ستكون المصيبة الكبرى حقا المنتخب البحريني المنتخب البحريني لما يوصل يعني مو بسهولة أنه يوصل لهذه المراحل المنتخب السعودي هو قادر واللقب ما هو هدف رئيسي يعني أنا أقول لك المنتخب السعودي يفكر يكون بطل آسيا يمكن في وصوله إلى آسيا هو الهدف الرئيسي إذا كل هذه المكاسب يعني موجودة عند المنتخب السعودي هل معنات أنه هو الأكثر ثقة داخل الملعب سيكون من المنتخب البحريني أكثر تركيز منتخب البحريني يبحث عن أول إنجاز له في مسيرته يعني في كاس الخليج وحتى في البطلات الأخرى طبعا المنتخب السعودي أكثر تجربة نتكلم على اللاعبين مثلا اللاعبين الهلال لعبوا نهاي كاس آسيا أو أكثر من نهاي يشاركوا فعندهم خبرة النهايات لعبين منتخب الشباب لعبوا نهاي كاس آسيا فعندهم خبرة النهايات بعض اللاعبين الموجودين برضو شاركوا مع فروقهم في نهايات محلية على مستوى عالم نهايات قارية فالمنتخب السعودي يملك الشخصية ممكن لو نرجعنا لكلام سيد هيرفي رينار في بداية مشاركته في البطولة ما كان واضح عندنا الهدف هل هو الهدف تحقيق اللقب أو الهدف هو المشاركة وكسب مزيد من الإعداد وكسب مزيد من الثقة وتحقيق مكتسبات أعلى الآن وصل للنهاية أكيد لما توصل للنهاية سيكون هدفك بكل تأكيد حتى لو اختلف الكلام سيكون هدفه أكيد أنه يحقق اللقب فبالتالي الشخصية موجودة عند المنتخب السعودي لكن المنتخب البحريني سيكون عنده الرغبة سيكون عنده القتالية سيكون عنده الدافعية لأنه لا يعتقد أن الفرصة ستحين له في كل وقت أنه يلعب على نهاية كاس الخليج أو نهاية قاري على بطولة آسيا ممكن أن المنتخب البحريني لا يكون عنده طموح كبير أنه يكون بطل كاس آسيا حاول الإقاتل أنه يوصل في مرحلة أبعد في نهايات كاس العالم لكن كاس الخليج هو هدف رئيسي للكرة البحرينية جيد عبدو في جزئيات بسيطة تلعب في النهائيات مهمة ممكن تحسب لك اللقب صحيح هو الأول شيء نعتقد أنه فورمة اللاعبين المهمين هل هم لازم يكون في يومه مشكلة ما يسيك اللاعبين مهمين جدا ما يكونوا في الفورمة هذا يعطي حتى خلل عند المدرب في التغييرات النقطة الأولى النهائيات في العادة هو من يسبق التسجيل مو من يصنع فرص أكثر ممكن أن تضيع وتضيع وتضيع لكن منتخب الآخر أو في النهايات يسجل من أول فرصة فالنهايات أنا أعتقد أنه من يسبق في التسجيل هو الأقرب للتسجيل أعتقد الشيء الثاني الهدوء واللعب بتركيز عالي دائما كابتن أسام عنده مقولة جميلة جدا هو ليس من يخطي هو من هو أقل أخطاء في المباراة دائما ما يكون صاحب الكعب العالي فأنا أعتقد التسجيل اللولوية في التسجيل الفورمة اللاعبين اللي مرتكز عليهم الشخصية والثقة والمنتخب الأقل أخطاء جيد حمزة أعتقد دائما مباراة النهائية هي مباراة تركيز التركيز العالي معناته أنه تقلل من أخطائك أو تحاول أنك تكون معدوم أخطائك بالإضافة للاستفادة من أنصاف الفرص دائما مباراة النهائية ممكن ما يكون فيها فرص كثير فبالتالي أي فرصة لابد أنك تسجيلها وتقلل من أخطائك أو تحاول أنك ما تكون عندك أخطاء تحاول أنك تحافظ على شخصيتك تحاول تلعب على هدوء بهدوء تعرف أن المباراة 90 دقيقة وقد تمتد للأشواط الإضافي ممتاز حمزة دريس وعبد عطيف كنتم معنا شكرا جزيلا لكم ودائما شكرا